السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا من كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم الدين والحياة كل سنة وكل مشاهدينا طيبين خلاص يا بكرة يا بعد بكرة رمضان كل سنة وانتوا طيبين ويهل علينا كده إن شاء الله شهر رمضان بالخير واليمن والبركات والسعادة والصحة والساتر والرزق يا رب إن شاء الله وربنا يتقبلوا مننا ويقوينا كلنا إن شاء الله كل سنة وانتوا طيبين عايز أبدأ حلقتي النهاردة وجبتلكم فيها وصية نموذج لوصية أب كاتبها لولاده ومن بعده بيوصيهم كده بشوية وصاية قبل الموت بيقول لهم إيه بقى هتوحشوني يا حبيبي خلوا بالكم من نفسكم وتفنوني في المقبرة القديمة جنب أبويا وأمي في البلد مش في المقبرة الجديدة والعزة اعملوه في عمر مقرب والأرض اللي في البلد خلوها زي ما هي استفيدوا بيها والعمارة يبقوا أستموا الإيجار بينكوا بالتساوي والفلوس اللي في البنك أسموها بينكوا بس بعد ما ماما تشيل فلوس تعليم أخواتكو الصغيرين على جنب والشركة ياريت ابني كبير أحمد ينزل مصر ويقدم استقالته من شغله في الخليج ويرجع مصر ويمسكها من بعدي علشان ما تضعش من بعدي يا ولادي هتوحشوني خلوا بالكو من بعض ده نموذج لأب بيوصي ولاده في وصية وهتلاقوها كثير من الناس لما بيجوا يوصي ولادهم بيبقى الكلام كله عن الفلوس وهتتقسم الزي والأرض والبيت والعربيات الفلوس والدنيا هل تتخيلوا حد في الزمان بتاعنا ممكن يوصي ولاده مثلا من الشرك بالله ويخاف على ولاده وعلى عقدتهم بالله ويوصيهم ببر الوالدين قامت الصلة الأمر بالمعروف إنها يعني المنكر أكيد ممكن نلاقيه بس قليل مش كتير معظمنا غرقان في الدنيا لششته ومش مركز قوي في اللي ينفع ولاده بجد في الدنيا قبل الأخرة وده اللي عمله لقمان الحكيم وهو بيوصي ولاده على فكرة الوصية مش شرط تكون وصية الوفاء ممكن توصي ولادك وانت في حياتك وتفكرهم دايما باللي ينفعهم في حياتهم وحتى لو فكرنا بالطريقة دي هتلاقي الأب بيوصي ابنه بخلي بالك من مذكرتك عايزك تدخل كلية طب مثلا أو أي كلية ومثلا تبقى في طب وتبقى دكتور قد الدنيا الدرب كويس شد حيلك علشان عايزك تبقى الأول توصل للنهائي كم واحد فينا هيوصي بالصلاة بالقرآن بحصن الأخلاق إيه رأيكم؟ تعالوا أشوفكم بعد الفاصل